أما عن الاتحاد المصري لريشة الطائرة والأجرى انتخابات تكملية على مقعد رئيس الاتحاد واللي فاز به الدكتور علي حساب الله بعد حصد خمس أصوات من إجمالي تسع هيئات لها حق الحضور والتصويت مقابل أربع أصوات لهدية حسني حساب الله هيقود مجلس إدارة اتحاد ريشة الطائرة لحد نهاية دورة الألعاب الأولمبية القادمة عشرين أربعة وعشرين بالعاصمة الفرنسية باريس طبعا خليني بس هنا أقول حاجة خليني أبارك طبعا للدكتور علي حساب الله بعد حصده خمس أصوات بالتأكيد وكمان أقول هادي حسني هادي حسني مثال للمرأة الرياضية العظيمة عضو مجل الشعب النجمة من نجوم الريشة الطائرة أم لسه بقت أم من فترة بسيطة على المستوى الشخصي شخصية عظيمة جدا 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 فبقولها هارد لك وانت لسه صغيرة في السن يعني هادي حسني لسه وصلتش المنتصف التلاتينات فطبعا كل اللي هي بتعمله ده إنجاز محترم جدا جدا نموذج مشرف جدا جدا للمرأة الرياضية المصرية وخسارتك في الانتخابات دي مش نهاية الدنيا وهنا والله أنا ببارك طبعا لدكتور علي حساب الله الراجل ما عنديش أي مشكلة معاه ولكن يمكن هادي حسني عشان أنا بشوف أنها نموذج محترم جدا 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 للمرأة الرياضية المصرية فخليني أقول لك هارد لك من قلبي وأصلا أنت مخسرتيش يعني أنت مخسرتيش أنت ده فرق صوت فرق صوت فحقيقة أنا شايفة أن كل الإنجاز وكل اللي أنت وصلاله لحد دلوقتي حقيقة حاجة مشرفة جدا جدا وحاجة للتاريخ التاريخ عمره ما ينسى هادي حسني على كل المستويات بالتأكيد فأنا مش يعني بقول لك هارد لك بس يصدقيني أنت مخسرتيش أنت حاجة مشرفة لنا كلنا بالتأكيد بنتشرف بيكي وبنفتخر بيكي لأنك امرأة رياضية نكحة وعظيمة كلنا بنفتخر بيكي بالتأكيد